وارع القدس ما عنده شي حل ما كنش الحل في هذه القضية نقول لهؤلاء أليس الله تعالى على كل شيء قدير الجواب هو لا كل مؤمن يقر بأن الله تعالى على كل شيء قدير ألم يخبرنا الله تبارك وتعالى أن الظلم والجور والاعتداء مهما طال به الزمن فلابد أن يأتي نصر الله رب العالمين لا بد أن يأتي الله تعالى أخبرنا بذيقل والعاقبة للمتقين وقلل وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين فهذا الذي يقول ما عندهش حل ينظر بنظر مادي نحن المسلمون ننظر بنظر إيماني ننظر بنظر رباني لنا تعلق بالله رب العالمين ولنا إيمان بالله ورجاء وأمل في الله رب العالمين أنه على كل شيء قدير فمن يقول بهذا القول هذا الذي ذكرت هذا فقط ينظر بنظر مادي نظر دنيوي فباعتبار هذا يقول لك ما عندهش حل لكننا نؤمن بالله رب العالمين ونعلق رجاءنا في الله تبارك وتعالى ونعلم أنه ناصر دينه وأنه ناصر المؤمنين في الوقت الذي يشاء تبارك وتعالى من لغي يجي ذلك الوقت الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يعلي فيه كلمته وأن يمكن لدينه في الأرض وأن ينصر المسلمين سينصرهم متى ذلك الوقت؟ هذا الوقت إذا نصر المسلمون دين الله إلى المسلمين نصروا دين الله نصروا شرعه التزموا بدين الله تعالى تمسكوا به وعملوا به وجعلوه منهجا لحياتهم ثم أعدوا العدة تاخدوا الأسباب وأعدوا العدة فإن الله تعالى سينصرهم حينئذ إذا نقول لها حل وسينصر المسلمون بإذن الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وأن الكفار ولو جاروا واعتدوا وظلموا وظهرت لهم الغالبة في أول الأمر فإن العاقبة والمآل للمتقين صدق ربنا تبارك وتعالى وكذبت هذه الإشاعات والآراجيف ومشاكلها وصدق الله رب العالمين قلنا والعاقبة للمتقين فسيأتي الحل ويأتي النصر بإذن الله تعالى لكن عندما يستخق المسلمون ذلك بل يغير وصل المسلمين لاستحقاق ذلك باعتزازهم بدينهم ونصرتهم له وإيمانهم بالله رب العالمين سينصرهم الله تبارك وتعالى كما وعد إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هذا قبل يوم قيمة في الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد